السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم معدنا ان شاء الله مع درس جديد من دروس الرياضيات للصف الرابع الابتدائي معدنا اليوم مع درس الكسور والاعداد العشرية والاعداد الكسرية طبعا احنا في الدرس اللي فات شرحنا الكسور وعرفنا يعني ايه كسر ويعني ايه اعرف اطلع كسر من مربع او مستطيل مقسم الى عدة اجزاء متساوي اليوم ان شاء الله هناخد الكسور والاعداد العشرية والاعداد الكسرية العدد الكسري يا اصحابي هو عدد يتألف من جزئين احدهما عدد كامل والاخر كسر زي 3 وربع يعني انا لو جيت قلت يا اصحابي التلاتة ده عدد صحيح التلاتة ده عدد صحيح طيب لما يكون عندي مثلا واحد على اثنان واحد على اثنان كده كسر واحد على اثنان ده كسر يبقى 3 ده عدد صحيح والواحد على الاثنان هذا كسر طيب لو انا ضفتهم على بعض اصحابي او حطتهم جنب بعض يعني 3 ونص 3 وكام ونص ده اصبح عدد العدد الكسري اصبح عدد كسري او عدد يتألف من عدد كامل او عدد صحيح وكسر تمام طيب ايه حكاية بقى الاعداد العشرية انا عندي اعداد عشرية طبعا كلنا عرفك احنا درسين الترمي اللي فات وكملنا عليه الترمي ده الاعداد العشرية او ايه العدد الخنت العشرات خنت الجزء من المئات خنت الجزء من الوف درسنا كل ده طيب انا عندي على خط الاعداد خط الاعداد يا اصحابي لو انا جيت قسمت من الصفر للواحد بيكون عندي تسع خنات او تسع اعداد عشرية والاجزاء اللي بين الصفر والواحد الصحيح الاجزاء اللي بين الصفر والواحد الصحيح عندي أول حاجة واحد على عشرة يعني جزء من عشرة اللي بتعبر عنها الشكل ده بينطق واحد من عشرة طبعا ده واقع جنب العلامة العشرية فبينطق في جزء هو جزء من عشرة يعني واحد من عشرة اتنين على عشرة هي اتنين من عشرة تلاتة على عشرة تلاتة من عشرة اربعة على عشرة هي اربعة من عشرة خمسة على عشرة هي خمسة من عشرة وهكذا لين 9 العشرة هي 9 من 10 طيب أنا يا أصحابي عندي 3 حاجات لازم أعرفهم كويس قوي أنا عندي 5 من 10 بتساوي النصف 5 من 10 بتقع في المنتصف بالزبط فبتساوي النصف يبقى أنا عندي 5 من 10 بتساوي النصف لازم نكون عارفينها كويس 5 من 10 بتساوي النصف كمان عندي 25 من 100 25 من 100 ودي بتساوي الربع 25 من 100 ودي بتساوي الربع الربع هوتي أصحابي فين؟ واقع ما بين الاثنان والثلاسة واقع ما بين الاثنان من 10 وثلاسة من 10 يعني 25 من 100 يبقى الربع عبارة عن 25 من 100 تمام عادي الربع هوتي أصحابي طيب النص هو خمسة من 10 ثلاثة على أربع يعني ثلاثة أربع ثلاثة أربع واقع فين الثلاثة أربع ما بين السبعة والثمانية في المنتصف ما بين السبعة من 10 والثمانية من 10 يعني بيساوي 75 من 100 بيساوي 75 من 100 يبقى أنا عندي ثلاث حاجات مهمة جدا لازم أعرفها هي الربع وبتساوي 25 من 100 النصف وبتساوي 5 من 10 ثلاثة أربع وبتساوي 75 من 100 75 من 100 لازم يا أصحابي كويس أو نكون عارفين الحاجات دي لأنها ييجي عليها أسئلة دلوقت طيب أنا 25 بتساوي 25 من 100 بتساوي الربع النصف بـ 5 من 10 الثلاثة أربع وبتساوي 75 من 100 طيب بيقولي استعمل خط الأعداد لمثاعدتك على إيجاد العدد الأكبر من الأزواج العددية تعالوا نشوف 3 من 10 و 5 من 10 فين تعالوا نشوف معي على خط الأعداد قارت 3 من 10 و قادي 5 من 10 أهي مين الكبير؟ 3 من 10 ولا 5 من 10؟ برافو عليكم لا طبعاً 5 من 10 هي الأكبر 5 من 10 هي الأكبر لأن كل ما نقرب اتجاه الواحد الصحيح كل ما العدد بيزيد كل ما العدد بيزيد طيب بقى 2 من 10 ولا النصف؟ وين 2 من 10؟ أهي 2 من 10 أهي وين النصف؟ برضو هي الخمسة من 10 بقى 2 من 10 ولا 5 من 10؟ لا النصف طيب بعد كده رقم جيم 25 من 100 ولا النصف؟ 25 من 100 يا أصحابي هي الربع 25 من 100 هي الربع هنا برضو نفس المنطقة الربع ولا النصف؟ أيضاً النصف أيضاً النصف بيقول لي 6 من 10 ولا النصف؟ لأ هنا بقى 6 من 10 أكبر من 5 من 10 6 من 10 بعد الخمسة من 10 يبقى هي الكبيرة 6 من 10 يبقى هي الكبيرة يبقى تاني يا أصحابي أنا عندي الربع عبارة عن 25 من 100 عندي النصف عبارة عن 5 من 10 الثلاثة واربع 75 من 100 الثلاثة واربع 75 من 100 وعندي خط الأعداد أنا بقسم من صفر الواحد عندي 9 أجزاء أو 9 أجزاء من 10 اللي هو 1 من 10 2 من 10 3 من 10 4 من 10 5 من 10 6 من 10 7 من 10 8 من 10 9 من 10 وهكذا تمام؟ إن شاء الله ها وواو وذاي وحا واجب تمام؟ يبقى ها وواو وذاي وحا واجب تشوفوا الجزئية دي ايه نظامها معاكم؟ طيب يا أصحابي السؤال رقم 2 يقول لي يظهر الجدول الآتي القصور وما يكافئها من الأعداد العشرية هنا فيه كسر وهنا فيه عدد عشري الواحد من 10 طبعا كل ده على خط الأعداد الواحد من 1 على 10 بيكافئوا ايه من خط الأعداد؟ برافو عليكم العدد العشري وهو 1 من 10 واحد من ايه من 10 يبقى 1 على 10 هو 1 من 10 طيب هنا عاكس مديني العدد العشري ومحتاج الكسر العدد العشري 75 من 100 75 يبقى هنا يا أصحابي الأول نكتب هنا واحد من 10 طيب 75 من 100 هلاقي هنا فين 75 من 100؟ 75 ما بين السبعة من 10 والتمانية من 10 اللي هي موجودة عن برافو عليكم 3 على 4 أو 3 أرباع 3 أرباع تساوي 75 من 100 يعني هنا أكتب 3 على 4 3 على 4 أو 3 أرباع 3 أرباع 3 أرباع 3 على 4 طيب هنا الربع الربع يا أصحابي فين أنا كنت جايب الربع؟ أو هو ما بين واقع ما بين 2 من 10 و 3 من 10 يبقى هو كنت أنا أيلاء قبل كده 25 من 100 أحسنتم 25 من 100 يبقى الربع يا أصحابي بيساوي 25 من 100 طيب 6 من 10 6 من 10 يا أصحابي قادي 6 من 10 بتكافئ إيه؟ برافو عليكم 6 على 10 تكافئ 6 على 10 6 على 10 يبقى أنا كده يا أصحابي جبت الكسر وما يكافئه من عدد 10 1 على 10 هو 1 من 10 75 من 100 بيكافئها الكسر 3 أرباع الربع هو 25 من 100 25 من 100 6 من 10 بيكافئها كسر 6 على 10 بيكافئها كسر 6 على 10 السؤال رقم 3 بيقول لي انظر إلى هذه الكسور والأعداد العشرية أي منها أكبر من النصف؟ أي منها أكبر من النصف؟ طبعا إحنا قلنا هنا النصف هو 5 من 10 أو 5 على 10 تعالوا نشوف الأعداد دي ونشوف من فيها أكبر من النصف 55 من 100 أدي إحنا قلنا هنا 5 بس من 10 55 في المنتصف ما بين الخمسة من 10 والستة من 10 يبقى برافو الخمسة وخمسون من 100 أكبر من الصف أكبر من النصف 6 على 8 6 على 8 لو جيت بسطتها يا أصحابي لو قسمت على الإسنان بتصير 3 الستة والتمانية بتصير أربعة يبقى 3 على أربعة فعلا أكبر من النصف يبقى الأعداد القسور هنا 55 من 100 يبقى أصحابي 55 من 100 يبقى أيضا لأن النصف هنا اللي هو الأكبر منها فهي أصغر من النصف وليس أكبر منه 3 على 4 قلت 3 على 4 هي هنا يبقى أكبر من النصف قد النصف هنا 3 على 4 يبقى هي أكبر 3 على 6 يا أصحابي لو بسطتها بلقيها بتساوي النصف يبقى على السلاسفها الواحد على السلاسفها الاثنان يبقى هي تساوي النصف وليست أكبر 45 ما بين الأربعة والخمسة فهي أصغر من النصف وليس أكبر منه يبقى الأكبر هو 55 من 100 6 على 8 7 من 10 و 3 على 4 دول أكبر من النصف السؤال الرابع اختر كسرين اثنين من الكسور الآتية تكافئان مع 7 من 10 السؤال اختر كسرين اثنين من الكسور الآتية يتكافئان مع 7 من 10 7 من 10 أنا أخد هنا لو جينا فوق ألاقي 7 من 10 بتكافئ 7 على 10 يبقى أنا هنا أخد 7 على 10 1 على 70 لا لا تكافئ 70 على 100 انا لو شلت الصفر ده مع الصفر ده لقاها هي 7 من 10 يبقى 7 على 10 و 70 على 100 وما الكسران الذين يتكافئان مع 7 من 10 طيب السؤال بعد كده يمثل الرسم عددا كسريا الرسم ده اصحابي لو انا جيت شفت مظلل كل القطع اللي عندي يبقى ده الشكل ده واحد صحيح الشكل ده واحد صحيح اهو وهنا جزء من سلاسة اجزاء يبقى تول يبقى تول يبقى هنا واحد صحيح وهنا تولت اصبح معايا واحد وتولت طيب انظر مما يلي ثم اكتب الاعداد الكثيرية تعالوا نشوف انا هعمل لك اول واحد يا اصحابي وانتوا هتسوي الباقي هنا الف انا عندي ده كامل صحيح يعني واحد وده كامل كله متظل الواحد يبقى ده واحد واحد وهنا جزء واحد من الثلاثة اجزاء يبقى تولت يبقى هنا واحد واحد يبقى اثنان وتولت برافو عليه اهو اتنين ومعاها التلت واحد على تلاتة اتنين وتلت اتنين وتلت طيب باقي يا اصحابي باقي وجيم واجب تمام تعال السؤال رقم ستة ما الاعداد الكثيرية الممكن كتابتها في الاماكن الف وباقي وجيم على خط الاعداد هنا يا اصحابي هو ما اديني خط اعداد مقسم من صفر لاربعة لو انا جيت شفت هو مقسم من الصفر للواحد ثلاثة اجزاء ثلاثة اجزاء يعني الربع نصف ثلاثة ارباع وهنا الواحد الصحيح يبقى هنا ربع نصف ثلاثة ارباع هنا الواحد الصحيح يبقى هنا الجزء ده هو ربع الجزء ده ربع ولكن بعد الواحد يبقى الرقم ده واحد وربع يبقى الف واحد وربع واحد صحيح واكتب جنبه الربع كسر يبقى واحد وربع ده الف تعالوا الباقي يا اصحابي تعالوا نشوف هنا يبقى بعد الاسنان بس هنا عند الشرطة الكام الربع نصف ثلاثة ارباع يبقى باء اثنان وسلاسة ارباع اثنان ونكتب الكسر جنبها ثلاثة ارباع كسر يبقى باء اثنان وسلاسة ارباع جيم يا اصحابي جيم بعد السلاسة او السلاسة هو يبقى هو بعد السلاسة ولكن في الخانة ربع نصف يبقى هو في النصف يبقى هنا ثلاثة ونصف يبقى عند الجيم ثلاثة ونصف يبقى الألف تاني وقسم هنا عبارة عن سلاسة أقسام ربع نصف سلاسة أربع وهنا الواحد الصحيح وهنا الواحد الصحيح طيب أول خانة عند ألف مشار إلى الجزء الربع الربع يبقى هو واحد وربع واحد وربع كذلك إثنان وسلاسة أربع إثنان وسلاسة أربع ورقم جيم سلاسة ونصف سلاسة ونصف وبكده أنا هيكون معايا السؤال رقم سبعة والسؤال رقم تمانية أيضا في الواجب وإن شاء الله يكون الدرس سهل وبسيط وأي استفسار وحل الواجب هنتظر منكم على الخاص إن شاء الله والسلام عليكم